صراحة رأيتك كورا مش كده؟ يعني فترات كده لعبت ايه؟ حارس مارمو حارس مارمو شفت جيبتك منين؟ حارس مارمو ما له بقى محمد ابو جبل؟ الكلام اللي بيزعل ولا الكلام بتاع الـ الكلام الوقت انا سألتك ليه على قصة انا عارف ان انت حارس مارمو بس التكنيكل ايه المشكلة محمد ابو جبل؟ نفسيا ومعنويا تركيز كل ده انت ممكن تبقى فاهمه وتشايفه ابو جبل من احسن الحراس اللي موجودين في مصر ابو جبل بطولة افريقيا فرقت معايا جدا 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 في مسيرته لانه هو كان حابب يقول للناس انا مش رقم اتنين انا ممكن عادي جدا انا بقى رقم واحد انا ممكن اشيل منتخب مصر على كتافي بس ده كان محتاج منه تركيز مليون في المية مش مية واحد في المية ولا متين في المية مليون في المية بس ما حدث في بطولة الامر الافريقية والتقلق غير العادي لمحمد ابو جبل والاداء اللي كلنا اشدنا بيه وخلانا متطمنين ان مصر عندها حراس جامدين جدا جدا انا في رأيي ان هو ضيع جزء منه ضيع جزء منه بعدم التركيز في الحوارات اللي تعاملت والظهور الاعلامي الكتير وتعال انقارن الشناوي وابو جبل في الحتة دي اللي اتنين حراس ممتازين اميكانيات كبيرة ما اختلفناش الشناوي شفته بعد بطولة الامر في كم حوار وكم برنامج والهيل واحد مثلا مثلا انا مش فاكر ان هو طلع مبدئيا وارد يكون بتلبسانة مبدئيا عشان بقى امنا برضو عشان طلع على كاسي العلم الاندية واخد تالت عالم وواصل نهائي مطلعش فانا قصدي ان الجزء ده والله واحنا بنكلم فيه لمصلحة منتخب مصر ومجابل نفسه طبعا وهو انا قلتلك ودهت كلام انه احد من يعني هو وابو الشناوي افضل حراس بمصر مفهاش كلام على فكرة عندنا خامة كبيرة جدا جدا من الحراس عشان برضو الحتة التركيز دي مهمة انت طول الوقت قاعد مركز اما رجع وهو حتة التركيز دي قلت وفي ماتشا او اتنين ما كانش موفق وعواد لعب ورجع يلعب تاني وكده دي اثرت عليه شوي اثرت عليه بقى شوي يعني الجزء ده اثر عليه تاني بشكل او بقى طيب انا في نقطة كثير من الناس بيغفلوها في انتقاد حارس المرمى يعني حارس المرمى هو اللي بياخد الغلطة هو اللي بيعمل السلحان اللي هو عاملو في الكرة النهاردة بارح بتاعة مهاجم امبي بيتر الدفاع بتاع الزمالك في مشكلة اكيد دفاع منشستان رونيتد في مشاكل دي خياب يطلع شكل واحش هو من افضل حراس المرمى في العالم حصل انا فاكر ريال مدريد في وقت كاسياس لما عاد فترة سيئة جدا كان الدفاع سيئة جدا فكاسياس اللي هو كان من احسن حارس في العالم سيئة جدا كان سيئة جدا ده والدفاع مش ماشي بشكل كويس ودفاع الزمالك بقراء الجميع مش ماشي بشكل كويس فاحيانا الحارس هو اللي بيشيلي الشلة دي كلها بقى ما هو عشان انت اخر واحد بالزبط انا حارس مرمى فانا كنت دايما اخر نقطة اخر نقطة في الدفاع ده يتقالك ايه غلطتك بجون يعني ممكن كريم بيلعب مدافع قدامي بيغلط فانا هشيل وراه لكن لو انا غلطت مفيش وراك الجون ده الكرة ده خليت في الجون فلانش ما بطلش الكرة ده خليت في الدفاع الفلانش بالزبط انت اخر خط دفاع موجود لو كرة تخططك فانت خلاص كده انا فاهم ده كويس بس اقصد انه هي مدفعين كويسين وهي الفرقة ما كانتش كويسا بارح بالزبط كده فبالتالي ابو جبل مش هيبقى كويس وممكن تفتكر الى ابو جبل انه نصد كرتين تلاتة فرقه كانت النتيجة ممكن تبقى اكتر من كده لكن انت بتتكلم على ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر انت مش عايز له ولا غلطة انت مش عايز له ولا غلطة مش عايز له ولا هفوة انت ممكن كرة زي اللي عدت منه ده خلج جون حسب قصايت مثلا لكن انت بتتكلم ان دي ما ينفعش حارس مرمى كبير تعدي منه انت مكنش على جون جون جي غلطته مثلا لا انت بتقول فيه كرة معينة جي تعمل معها فطلع غلط فدي خلت شكله مثلا لا مش مش ابو جبل اللي يغلط الغلطة دي هو ده اللي احنا عايزين نقاف عنده عشان بقى كده ما تتسببش في هدف ابو جبل محتاج يشتغل كويس جدا جدا يغمض عينيه ويقفل ودانه ويشتغل اعتقد ان هو قادر جدا يرجع ابو جبل